أهلا بكم أنا اليوم مبسوطة أنه في أكثر من موضوع له علاقة بالجامعات بحلقتنا جامعات هي أماكن للتنوير وأماكن يعني حاطين أملنا فيها أنه هالأجيال اللي رح تتخرج رح تخدم الوطن والعالم أيضا على أكمل وجه عشان هيك يعني بجوز كتير من الأمور الجامعية بهمنا أنه نناقشها هنا في برنامجنا هذا الصباح نحكي عن امتحان الكفاءة الجامعية كتير عم نسمع بهذا الموضوع اليوم سنعرف تفاصيله ومؤشر امتحان الكفاءة الجامعية محدداته ومعاييره وكيف يمكن فعلا أن يكون مقياسا جيدا أو ممتازا للطلاب في الجامعات دكتور أيمن أبو رمان بروفيسور أيمن الأكاديمي سيحدثنا أكثر عن هذا الموضوع لأنه له خبرة طويلة في موضوع امتحان الكفاءة الجامعية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا يا دكتور يعني بداية الأمر بحب أشكركم على هذه الاستضافة بحب أشكر التفزيون الأردني وبرنامجه ممكن لتسيطه الضوء على طبيعة هذه البرامج طبعا امتحان الكفاءة بطبيعته من هي الجهة التي تكلف بإقامة هذا الامتحان والجهة المستهدفة أو الطلبة طبعا هي هيئة الاعتماد متمثلة في وزارة التعليم العالي والجهة المسؤولة عن إجراء هذا الامتحان لكافة الجامعات في مملكة الأردني الهاشمية والبالغ عددها 31 جامعة سواء كانت الجامعة الخاصة أو الجامعة الحكومية طبعا طبيعة الامتحان هو يستهدف الطلبة الخريجين في السنة الرابعة كان بالسابق الامتحان يقسم إلى ثلاثة معايير المستوى العام والمتوسط والدقيق أصبح الآن يعني يهدف إلى قسمين أو ينقسم إلى قسمين العام والدقيق المستوى العام هو الذي يقيس المعايير العامة ليخرجينا في كافة التخصصات أما المستوى الدقيق فهو ذلك الهدف منه أو الغرض من إقامته لكي يقيس معايير أو مدى فهم الطالب لتخصصه على سبيل مثال هندسة كهربا يقيس كل ما يتعلق في أمور الكهربا وكذلك إدارة الأعمال وكافة تخصصها وامتحان إذن يعقد للطلاب في السنة الأخيرة من تخصصها نعم والمتوقع تخرجهم في الفصل الأخير ما هي الأهداف المرجوة من هذا الامتحان دكتور أيمان؟ الأهداف المرجوة هو قياس مخرجات التعليم وقياس أداء الطلبة والجامعات بشكل خاص أراد التعليم العالي وهيئة الاعتماد قياس مخرجات التعليم وبرامجه الأكاديمية فبالتالي الطلاب من خلال إخضاعهم لهذا الامتحان سيتم قياس مخرجات التعليم وتصنيف الجامعات بناء على متقن أو غير متقن من خلال الشهادات التي ستمنح للطلبة وما مدى درايتهم في تخصصاتهم هذا الامتحان دكتور مرتبط بالتخريج أيضا؟ نعم هو شرط تخريج وليس شرط نجاح أو رسوب هو شرط تخريج؟ نعم شرط تخريج فقط للأسف ربما قد يكون الطالب غير مخترث أو غير أو لا يتحمل مسؤولية لأنه فقط شرط تخريج وليس شرط نجاح أو رسوب تتمنى دكتور بعد الخبرة الطويلة أن يكون شرط نجاح أو رسوب؟ نعم أفضل؟ والسبب والهدف الأساسي منه لكي يكون هناك الجدية في انعكاس المؤشرات الحقيقية والتي تمثل الجامعات بسرط كانت بالأداء الأكاديميين أو أداء الجامع من خلال التصنيفات العالمية مخرجاتها نعم مخرجات والتصنيفات التي حصلت عليها مؤخرا وممد المؤتمرات وعضايها التدريسية فهنا لكي عدة تصنيفات أو عدة مقاييس نستطيع الالتزام بها أو استخدامها لكي نقيس مخرجات التعليم طيب إحنا منقول إذن هذا الامتحان يعقد في السنة الأخيرة من التخرج كشرط للتخرج لكن أداء هيئة الاعتماد التعليم العالي عم تاخد هذا الموضوع برأيك على محمل الجد للاستمرار في تخصصات معينة أو لإلغاء بعض التخصصات أيضا يعني أداء هذا بنعكس على وضع خططها بالنسبة للجامعات أو لتعزيز أكاديميين معينين أو يعني كل هذا أداء مثلا ممكن أنه يساعد الهيئة حتى تعمل استراتيجياتها بالنسبة للجامعات ربما قد يكون هذا أحد المؤشرات التي تسند إليها الهيئة من خلال الشهادات الصادرة عنها بالمتقن وغير متقن وللأسف ليس لها أي مؤشرات مرتبطة بشكل مباشر في التخصصات الراكدة أو في التخصصات التي يتم غلاقة للأسف هناك نطالب من خلال برنامج كريم هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي بأن تضع هناك خطة سراتيجية وطنية تشمل تخصصات التي ربما قد تكون راكدة وليس عليها طلب وذلك مستقبلا لكي نتحايل أو نتجنب مشكلة البطالة فبالتالي شيء مرتبط بمخرجات التعليم من وجهة نظر ربما قد يكون هناك مخرجات أو هناك عدة قياسات أخرى تستخدمها هيئة وزارة التعليم نعم المعنى أنه دكتور نحن بهمنا مدام هذا الانتحان موجود أنه يتم الاستفادة منه على أكمل وجه برأيك كيف يمكن أن نستفيد منه أكثر؟ نعم ممكن أن نستفيد منه من خلال التشاركية مع الجامعة الخاصة أنا أحب أن التشاركية كالجامعة الحكومية والجامعة الخاصة أن يكونوا مع بعض كون النوم بالتشاركية ورؤية المملكة نحو التخاصية أو الجامعة الخاصة وغير رسمية في وضع هذه الأسئلة في الاستشارتهم من خلال ما هي الرؤية المستقبلية لمخرجات التعليم هل فعلا عندما صدرت هناك مؤشرات أو سحب اعترافات إذا جالت التعبير من خلال دول مجاور أو دول أخرى أنه فعلا هل التعليم رديء في المملكة الأردنية الهاشمية؟ إجابة لا التعليم متميز والدليل على ذلك سوق العمل هي التي تجبر على الإشارة إلى مخرجات التعليم بالطلب المتزايد على الكفاءات الأردنية فبالتالي لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية جامعات مرموقة سواء كانت خاصة أو حكومية ولدينا طلب متزايد على خرجينها بسبب الاستثمار بسبب أننا كل بيوت لديها خرجين بكالورس والحمد لله بالتركيز على جامعات بمربجها فتكون هذه من خلال الجامعة نعم تمام دكتور بالنسبة للطلاب هل هناك رسالة معينة ممكن أن نوجهها للطلب فيما يتعلق بالامتحان الكفاءة الجامعية؟ نعم يجب على الطلب أخذ الأمر بجدية وليس أخذ بأمر شكلي نعم شكلي ربما قد يكون بعض الطلبة لا يكترثون من خلال الإجابة الصحيحة فبالتالي الإجابة الصحيحة هي التي تقيس الجامعة فيجب الدراسة ونحن نخذع الطلبة لدورات تكتيفية لكيفية التعامل مع الامتحان وما هي طبيعة الامتحان والغرض الأساسي من إجراء هذا الامتحان نعم يكون أعداد الطلبة كثير أعتقد في هذا الامتحان طبعا يعني على مستوى المملكة الأردنية لها 117 ألف وعشرين طلب هم يتوقع تخرج من كافة الجامعة البالغة لـ 31 نعم نعم بدي أرجع للمحددات التي على أساسها تتم تصنيف الجامعات وأنت خبير دكتور أيمن عم نحكي كتير 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 عن موضوع البحث العلمي في الجامعات الأردنية ودايما بيقولوا أنه يعني الرانكينج أو تصنيف العالمي للجامعات مرتبط تماما بالبحث العلمي نعم صحيح برأيك وأنا حاب أستفيد من وجودك أنا هنا في الستوديو كيف يمكن فعلا أنه هاي النقطة خلص نتجاوزها ونشتغل عن موضوع البحث العلمي بجدد الموضوع البحث العلمي هو مؤشر مهم مدى أهمية استشهاد الآخرين بالعلماء الأردنيين طبعا وما هي الإنجازات التي حدثت في هذه الجامعات يعني بصراحة إحنا لا يوجد هناك يعني علماء حقيقيين أثبتوا في هذه الجامعات كاختراعات أو براءات اختراعات للأسف لا يوجد هناك أمور سجلت في الخارج من حيث براءات الاختراع واكتشاف الأدوية ورواد الفضاء والكيميا والفزيزي والعلوم الإنسانية نعم صحيح ولكن على الصعيد الآخر ربما قد يكون هناك اجتهاد على الصعيد المستوى الجامع والشخصي من خلال جامعة عمال الأهلية وتصنيفها وحصولها مؤخرة على التصنيفات العالمية مثل الـ QS وإن شاء الله ستحصل على الشنقهاي والتايمز وبالتالي هذه مؤشرات مدى انخراط الجامعات ومدى ابتعاث الجامعات وطلبتها والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والتشاركية مع كافة القطاعات تساهم من خلال النهوض بالنهوة التعليمية الجامعة تصبح جامعة معترف فيها في العالم عندما تصبح مصدرا للمعرفة وليس متلقيا للمعرفة نعم صحيح نقول الجامعة الفلانية أفادت العالم بالبحث الفلاني يعني هنا نقدر نقول أن هذه الجامعة فعلا على التصنيف العالمي مهم نعم صحيح ياريت إن شاء الله يا رب نشوف كل جامعات في هذه الطريقة ياريته كما بتسليط الضوء الإعلامي على الجامعات وأنجازاتها إن شاء الله يا دكتور وجودكم كمان وجودكم أنتو نفتخر فيكم نفتخر بالجهد الأكاديمي اللي بتشتغل عليه شكرا دكتور أيمان أبو المان على وجودك معنا هذا الصباح ومباشرة حنروح لهذا الإنجاز برضو تابع لجامعة من جامعاتنا اللي هي الجامعة الألمانية في عنا تقرير حول كتاب الطبخ الألماني الأردني يعني فيه طبخات ألمانية أكيد وفيه طبخات أردنية خلينا نشوف التفاصيل بهذا التقرير